اشتركوا في القناة يفتح شهية تلميذ المتعلم للدراسة والعطاء والمشاركة هي فكرة قديمة لأنني ابن هذه المؤسسة تمنيت دائماً لو أعود وأرد الجميل لهذه المؤسسة مادياً ومعنوياً فأكرم الله سبحانه وتعالى وتخرجت من المركز الأسفي فطلبت مباشرة تعيين في هذه المؤسسة وجيت الحمد لله فكنت فخورني فيها مدرس من ذلك اليوم سنة 1999 تعيين ذلك المؤسسة حاولت كل جهد أنني نقدم شيء للمؤسسة ديالي لأنني الحمد لله كان أحب للمادة ديالي وأفتخر أنني مدرس هذه رسالة الأنبياء وليس شيء رسالة سهلة شريف عظيم جداً وتكليف في نفس الوقت وثانياً هي استثمار في الإنسان هذه ولداتنا وبناتنا هم أجيال المستقبل الحمد لله دا بدها كاطرة وأساتدة في المستوى ورجال أعمال الله يفق وبدأنا نحاول كل سنة نترك واحد البصمة من المالي الخاص ومرة بتعاون مع السيد المقتصيد والإدارة مشكورة لكن في السنوات الأخيرة تقريباً هذه سبع سنوات بدأت هذا المشروع ديال تزيير القسم وكتشفت أمر أني أنا كمدرس أرتحت فيه يعني استفدت منه أنا كمربي قبل ما يستفد التنمية ديال لأن الفضاء الجميل كما يقول العلماء الإنسان بن بيئته اكتشفت أن الفضاء الجميل كي جدد فيه الحيوية والنشاط كل سنة كل ما أضفت شيء معين شيء لمسة جميلة خصوصاً نحنا كندرسل لذاتنا ما معنى الذوق السليم كندرسهم النظافة فلابد هذا الفضاء اللي كي قرأوا فيه خصوصاً يكون هوا فيه ذوق فيه فيه لمسات جمالية فيه تساعدهم باش يتجسد هذه القيم كندرسولهم هي قيم إسلامية تجسد في أرض الواقع لهدوم يعني سنوياً ببداية سنوياً تقريباً شيء أسبوع سوفي مع كنشوف بعض الفنانين بعض الإخوان عندهم مع الديكور كي يجوه تهم وفيهم تلاميدي هنا كي يساعدهم باش ندروا نمسة نفتخ القسم لكن كما قلت الفكرة بدأت سبع سنوات هذه المقاعد اللي كي تشوفهم الآن قيم رأى مرت فيهم أجيال لأن البعض كي تسأل واش تلاميذ غدي يحافظوا لنا على هذا الشيء أنا أقول نعم اكتشفنا بأن فعلاً فضاء الجميل كي يغير العقليات وبأنهم اللي كيدخلوا تبارك الله كي سيطر عليهم الجو الجميل والآن يقضي القسم وكي يشاركوا لدرجة سبع سنوات الآن والمقاعد لازلت فيه يعني كاننا جديدة وما لقيت تشي إشكال في هذه المسألة هذه أنا سعيد بهذا لأن كانت منه والمبادرات أي مبادرة جميلة أي مبادرة استحسنها الناس سنتنتشر بين الناس فهذا شيء جميل كي يساعدونا وشرف لنا وشرف الوليدات اللي قروا في هذا القسم والوليدات اللي قروا فيه وشرف اللي هي كمدرس وشرف الزملاء الأساتداء والإستاذات والإداريين وكي ينمو بادراتنا تعلمت منهم لولا أني مشتم الحمد لله شتم في الانترنت وكذا فنشر المبادرات الجميلة والإضافات الجميلة هذا الشيء طيب الوزارة هي مطالبة أنها تجهز وتقاد ومسؤولتها دا نقاش فيه وركة الواجب ديالها لكن أيضا أنا كمدرس أنا لا بد في أين الإضافة التي سأضيفها فرأيت أني من واجب حتنا نضيف شيء نفسي أولا للتلاميذ اللي كانتشرف تدريس ديالهم اللي هما غدا يكبروا وغدا يتخرجوا رجال وكذا ويذكرون هذه البصامات ولا شك حتى هما غدا يحاولوا يتركوا بصامات ديالهم في الشركات ديالهم في الوظائف ديالهم فهي إضافة ولا يمكن أن نخرج من أي مكان نحنا كنقرر فيه ولا كنعمل فيه ولا نترك البصمة ديالنا البصمة ديالنا الله عز وجل يقول إننا نحن نكتب ما قدموا وأثارهم فات منا وإن شاء الله هذا الأثر المادي يكون له أثر نفسي جميل جدا لا في نفسنا نحن كمربين وكأساتداء ولا في نفسنا هذا الجيل الواعد بكل خير إن شاء الله إن شاء الله أحدا من حسن الضن ديالهم من جمال أخلاقهم ومن ساعة القلوب ديالهم جزاهم الله أخيرا فهم أجمل إن شاء الله هم أجمل هؤلاء الذين قالوا هذا أجمل قسم هم أطيب وأجمل وأحسن إن شاء الله لأن الجميل لا يخرج منه إلا الجميل والحسن لا يخرج منه إلا الحسن والطيب لا يخرج منه إلا الطيب فأنا كنشكرهم وكنشكر أيضا فضل المناسبة جميع تلاميذ أبناء الرجال الآن للأطر وتلميذات لقراه في هذا الفضاء وحافظوا عليه وخلاه يصل هذا العام يعني سلطت عليه الأضواء هذا السنة وإلا رهب جهدهم هما وبتعاونهم بتعاون تلاميذ مقاهد الفضاء جميل وأدى وحد أعطى وحد الصورة طيبة أن المدرسة العمومية يمكن تكون يعني في صورة أطيب وأجمل بتعاون جميع العمل ليس عملا فرديا حقيقة وعمل تعاون جميع إدارة والاقتصاد والمتدخيل لكلهم فالله يقول وتعاون على البر والتقوى وهذا من البر الذي نبغي نتعلم المسجد عفوا القسم بالنسبة مقدس كالمسجد لأن الله يعبد بعلم وهذا مكان طاهر يطلب فيه العلم وبالتالي عندما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فمكان تبسط فيه الملائكة أجنحتها يجب أن يكون مكانا مقدسا فهذا فضاءات طلب العلم فضاءات الأقسام وهي الأقسام التي نقرأ فيها ونتعلم فيها اللغات والدروس ونتعلم فيها القيم والأخلاق وكذا يجب أن تكون مكانة مقدسة وطاهرة إلى قصر واحد جانب أو متدخل معين فخص ذلك المرابط داخل ذلك القسم اللي هو المدرس ووفقه الله بأي تمن بأي تمن نجب أن يحرص أن هذا الفضاء يبقى طاهر لأن هذه قيم والتلاميذ يتعلم بالقدوة قبل ما يتعلم بالكلمات والآن نحن نعيش في عصر الصورة والصورة لها انعكاس نفسي كبير جدا فمرة أخرى كان جدد شكر لجميع من أثنى على هذه المبادرة وكنتمنى لهم كل خير في حياتهم إن شاء الله تعالى نزاروني مسؤولين نزاروني سيد الموديل الإقليمي مع الوفد الكريم ديالو وقدموا لنا شهادة قديرية وتنويه جزاهم الله وخيرا وكبروا بهذه المبادرة حقيقة وجهوا وشكروا التلاميذ وتلاميذ توماء أثنوا خيرا وفرحوا بهذه الزيارات كذلك الإخوان الزملاء الأساتذة مشكورين الجهاز الإداري تلاميذ في الصين دي تلميذة وأستاذة جامعية في شنقهاي تصلوا وأثنوا على المبادرة تلاميذ عبروا عن حنينهم وتمنيهم أنهم رجعوا لهذا القسم فأنا يكن شكرهم ونقلب الله سبحانه وتعالى جعلنا عند حسن الضن ونتمنى إن شاء الله النجاح والتوفيق لهذه الأجيال اللي كانت تشرفوا بالخدمة ديالها ونتمنى النجاح للجميع والبلادنا كلها إن شاء الله والملكنا والأرنا بلادنا الطيبة اللي تساهم كلها خير المغرب بلد العلماء المغرب بلد جامعة القرويين المغرب بلد الارفع التحدي رهى في المستوى ولكن هذا شيء يكون بعض الله بنا كنا كل واحد من التغردية إن شاء الله فالله يوفق الجميع شكرا للمشاهدة